وتشهد العملية الانتخابية استعدادات لوجستية لإجراء الاستحقاق الرئاسي على النحو الذي يتفق مع أحكام الدستوري والقانون هذا وقد سهمت اجتماعات الحوار الوطني بتقديم الأفكار والمقترحات والتوصيات اللازمة لدعم وتعزيز الحراك السياسي والعمل الحزبي في الشارع استعدادات لوجستية لإجراء الاستحقاق الرئاسي على النحو الذي يتفق مع أحكام الدستوري والقوانين والأعراف الوطنية والدولية الراسخة في شأن الانتخابات لا سيما وأن الدولة ماضية بخطة واثقة في ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة وقواعدها القائمة على احترام الدستوري والقانون وتوسيع نطاق المشاركة فالانتخابات الرئاسية المقبلة استحقاق دستوري مهم لتدعيم مصاري دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة بما يتواكب مع ما يحرزه الوطن من نهضة تنموية غير مسبوقة على مختلف الأصعدة وعليه فقد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 248 لسنة 2023 باستكمال تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعيين عن طريق الندب ونظرا لأهمية الإشراف القضائي على الانتخابات وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي استجابة لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني بدراسة إجراء تعديل تشريعي على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات للسماح بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية المقبلة وفي إطار دوره الوطني ساهمت اجتماعات الحوار الوطني بتقديم الأفكار والمقترحات والتوصيات اللازمة لدعم وتعزيز الحراك السياسي والعمل الحزبي في الشارع مساهمات فاعلة التقطتها الأحزاب السياسية لتقوم بدورها السياسي لتقديم المرشحين بأفكارهم وبرامجهم المتنوعة والتي تعبر عن آراء مؤيديهم واحتياجاتهم في الساحة السياسية وذلك في إطار العمل الحزبي الذي يرمي إلى الاستجابة لتطلعات المواطنين وليأتي الدور الأهم بعد ذلك للمواطن في العملية الانتخابية والذي يتمثل في ترجمة ما ألقي عليه من أفكار وبرامج إلى تصويت واختيار لمن يراه مناسبا وأهلا لمنصب الرئيس وليساهم أيضا بدور حيوي في تشكيل المستقبل السياسي للبلاد وبحسب بنود الدستور فإنه قد تم تعريف المواطن الذي يحق له الانتخاب بأنه كل من بلغ سنه ثمانية عشر عاما وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ومدرجا بقاعدة بيانات الناخبين وهو ما يوسع من قاعدة المشاركة الانتخابية ويعطي لها حيويتها في التعاطي والتجاوب الانتخابات الرئاسية ليست مجرد حدث سياسي كبير له أهميته المعهودة وإنما هو خطوة لاستكمال المكتسبات التي حققها المصريون خلال العقد الأخير